السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات أهلاً وسهلاً بكم مجدداً في قناتي وقناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد قبل ما نبدأ إن شاء الله هالتمارين كنت أتمنى لكم مزيد من صحة والعافية وأن يلقاكم هذا الدرس في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله كما تلاحظون على الشاشة عندنا التمارين ديال النواسخ الفعلية وكذلك بعض التمارين في الصرف التحويل والإعراب نمر إن شاء الله التمارين إذن التمارين الأول هو بيّن ناسخ واسمه وخبره إذن هنا لنا واحد جدول يخطي عليكم بأن تبينوا الناسخ والإسم دياله وكذلك الخبر غمشيو الأمثلة الأمثلة هما خانة الأولى ديال خانة الجمال المثال الجمال الأولى هي كان الحاسوب متعطلا وعيد كان الحاسوب متعطلا هنا عندنا الخانة ديال الجمال عندنا الخانة الأولى الناسخ نكتب الناسخ كذلك اسمها وخبرها إذن خبر ديال الناسخ نفهم؟ لدينا الجملة الأولى عليكم أو عليكم نبي كتابة كل ناسخ في مكانه وإن اسمه وخبره ديال الناسخ نمر إلى الجملة الثانية الجملة الثانية تقول ظل الباب مفتوحا ظل الباب مفتوحا كله يعني كل خانة غد نحط فيها المطلوب إذن كان خانة ديال الناسخ نضعه فيها الناسخ كذلك خانة ديال اسم ديال الناسخ نضعه الاسم وكذلك خانة ديال الخبر نضعه فيها خبر الناسخ مفهم؟ إذن نمر إلى المثال الثالث في هذا التمرين بات الضوء مشتعلا بات الضوء مشتعلا كذلك نضع كله يعني نملأ الخانات الخانة ديالناسيخ نضعه فيه الناسيخ لإسم ديالناسيخ وكذلك خبرها هذا بالنسبة التمرين الأول إذن بالنسبة للتمرين الأول ناخذ الأخير لكم أحد المهلة يعني للإجابة هو السؤال على شكل ترصيمة الجمال خانة ديالجمال نبحث عن الناسيخ كذلك الخانة التانية نبحث عن اسم ديالناسيخ وخبرها إذن هذا الدرس كنا يعني تطرقنا ليه في الأسبوع الفارض نمر إلى التمرين التاني التمرين التاني التاني عفوا يقول أدخل النواسخ الفعلية على الجمال التالية أدخل النواسخ الفعلية على الجمال التالية لدينا هنا ثلاث جمال اسمية بالطبع جملة اسمية الجملة الأولى هي الحقوق محترمة إذا قلنا الجملة الاسمية من مدى تتكون هذه الجملة؟ عناصر الجملة الاسمية؟ نعم عناصر الجملة الاسمية هي المبتدة المبتدة اللي هي الحقوق الخبر محترمة إذن عشنا هو المطلوب منكم؟ هذا البلسل لي خوية الفراغ نضع اسم من أخوات كانة كان أو أخواتها أو إحدى أخواتها نضعها في هذا الفراغ ثم نكتب الجملة الحقوق محترمة مع ضبط الشكل مع ضبط الشكل إذن نفس الجملة للفعل نفس الحقوق محترمة عليكم فقط في إدخال في المقابل إدخال كان إحدى أخواتها ونكتب الجملة ولكن مع ضبط الشكل نشوفوا التغيير لكي يوقع نمر إلى التمرين الثاني لدينا كذلك التمرين الجملة الثانية هي عفوا الجملة الثانية هي الموظف متوقف الموظف متوقف كما تعلمون بأن الموظف اسم والمتوقف اسم هي جملة اسمية هي مبتدة الموظف مبتدأ متوقف خبر كذلك هذه الجملة عليكم بإدخال إحدى أخوات كان عليها مع كذلك ضبط الشكل مع ضبط الشكل نمر إلى المثال ثالث الرحلة ممتعة الرحلة ممتعة كذلك جملة اسمية الرحلة مبتدة ممتعة خبر كذلك هنا نقوم بإدخال كما قلت إحدى أخوات كان على هذه الجملة مع ضبط الشكل نتابهم زيان الشكل نفهم؟ نتمنى أن تكون عندكم الأجوبة صحيحة لأن التمارين كلها هات التمارين لماذا؟ لماذا ندير التمارين؟ حتى نتبت الدرس لتتبت الدرس ولفهم الدرس السابق نمر إلى التمارين الثالث التمارين الثالث هو أعرب الجملة التالية أعرب الجملة التالية الجملة تقول ضل الزبون منتظرا ضل الزبون منتظرا إذن عليكم بإعراب هذه الجملة إذن ضل الزبون منتظرا نقوم إذن إعراب هذه الجملة نمر إلى التمرير الأخير في هدث سادي التمرين التمرير الأخير يقول حول الجملة إلى المتنى المذكر والجمع بنوعي ما معنى المتنى المذكر هي المتنى المذكر المتنى المذكر هي الجملة التي سيتم تحويله هي وقفة ينتظر دوره هذه هي الجملة التي عليكم بتحويلها إلى ماذا؟ عليكم بتحويلها إلى المتنى المذكر أولاً وكذلك إلى الجمع بنوعين ما معنى الجمع بنوعين؟ الجمع المذكر نحولها إلى الجمع المذكر وكذلك إلى الجمع المؤنت إذن عندنا ثلاثة هذه الجملة يجب تحويلها إلى المتنى المذكر في الأول في الثاني الجمع المذكر وفي الثالث الجمع المؤنات إذن الجمع بنوعين هو الجمع المذكر والجمع المؤنات فهمتوا؟ إذن الجملة هي وقف ينتظر دوره وقف ينتظر دوره إذن هذه الجملة هي التي عليكم بتحويلها مفهوم؟ إذن نمر الآن إلى التصحيح ونتمنى تكون يعني الأجوبة ديالكم تكون كلها صحيحة التصحيح نبدأ بتصحيح السؤال التمريل الأول كان الحاسوب متعطلا الناسخ الفعلي هو كان الحاسوب اسمه كان مرفوع كما كنت تعلمون اسم النواسخ الفعلية تكون مرفوع متعطلا خبرها وكما تعلمون كذلك في القاعدة أن كان وحد أخواته دخلت على الجملة الاسمية ترفع الأول يسمى اسمها وتنصب التاني فيسمى خبرها إذن هذا الحاسوب هو اسمها متعطلا خبرها إذن تبعين جد سهل نمر إلى ضل الباب مفتوحا الناسخ الفعلي في هذه الجملة هو ضل الناسخ الفعلي هو ضل اسم هذه الناسخ الفعلي هو الباب واسم ضل مفتوحا خبرها منصوب تقرب لق주세요 على آخر المثال الأخير هو بات الضوء مشتعلا الناسخ الفعلي في هذه الجملة هو بات اسم هذا الناسخ هو الضوء مرفوع خبرها مشتعلا إذن هذا هو جواب التمرين الأول نمر إلى صحيح التمرين الثالث إذن الجملة التي كانت هي الحقوق محترمة أدخلنا عليها ناسخ فعلي التي هي ما زالت ما زالت الحقوق محترمة ما هو التغيير الذي وقع في الجملة التغيير الذي وقع في الجملة أن الخبر أصبح منصوبا لما دخلت عليه أخت من أخوات كان ما زالت الحقوق مرفوع الاسم ديالها بقي مرفوع ولكنها نصبت الخبر فسألوف نصبت الخبر فيسمى خبرها كذلك إذن محترمة إذن نمر إلى الجملة التالية ظل الموظف متوقفا إذن تغيير الذي وقع هو نصب الخبر إذن كما قلنا وإذا استرجعنا الدرس ديالنا واسخ الفعلية نطبقها على أن القاعدة فعفوا إذا استرجعنا القاعدة وإذا فهمنا القاعدة يعني نطبقها تطبيقا صحيحا إذن ضل دخلت على الجملة الإسمية فرفعت الأول ضل الموظف ونصبت متوقفا فأصبح خبرها إذن متوقفا حسن جدا إذن الجملة الأخيرة كانت الرحلة ممتعة كذلك دخلت كان على الجملة الإسمية فرفعت الأول الذي هو اسمها الرحلة ونصبت الثاني الذي هو ممتعة والذي هو أصبح خبرها إذن هنا الشكل هو عليك التالي دائما الخبر إذا دخلت عليه إذا دخلت الجملة على الحعاف والنواسخ الفعلي على الجملة الإسمية ترفع الأول وتنصب التالي نمر إلى صحيح التمريد الثالث التمريد الثالث هو عبارة عن إعراب ضل فعل ماضي ناقص أو ناتخ فعلي إذن كلا الإعراب صحيحين إما فعل ماضي ناقص أو ناتخ فعلي الزبون اسمها مرفوع بالضم الظاهر على آخر إذن اسمه ماذا؟ اسمه ضل اسم ضل مرفوع بالضم الظاهر على آخر منتظرا خبرها دائما لها يعود على ضل خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر هذا هو الجواب دي الإعراب مريد دي الإعراب إذن ظل فعل ماضي ناقص أو ناتخ فعلي الزبون اسمها مرفوع بالضم الظاهر على آخر منتظرا خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر أما بالنسبة لتحويل الجملة دي الوقف ينتظر دورهما إذا أردنا تحويله إلى المتنى المذكر فهو على الشكل التالي الجواب هو الشكل التالي وقف نطبهم دعين ذيان في الألف وقف هذا يسمى ألف الاثنين وقف ينتظران المتنى دورهما أعيد وقف حينتهما المتنى المذكر وقف يعود الضمير وما على هما إذا الألف هذا يسمى ألف الاثنين إذا وقف ينتظران دورهما إلى رجعت الدروس دي الفعل الماضي والمضارع راتطرقنا لهم الدروس السابقة كيف يتفرح الفعل في الزمان الماضي والمضارع وكذلك في الأمر نمر إلى الجمع المذكر الجمع المذكر ستصبح الجملة على هذا الشكل وقف وغلح دلوا هذا يسمى واو الجماعة يعود على هم جماعة من الدكور وقف ينتظرون ينتظرون كذلك دورهم دورهم هم يعود على جماعة ديال الدكور دورهم وقف ينتظرون دورهم دورهم نمر إلى الجمع المؤنت وقف وقف هذا نون النسوة يعود على هن وقف ينتظرن كذلك نون النسوة لأن جماعة من الإنات ينتظرن دور هن هن كذلك جماعة من النساء دور هن إذن عنا وقف في المتنى المذكار ينتظران دورهما الجمع المذكار وقفوا ينتظرون دورهم الجمع المؤنت وقفنا ينتظرنا دورهن إذن هذو هما التمارين دي هذ الحصة نتمنى أن أنكم تكونوا الأجوبة دي لكم كلها صحيحة ونتمنى أن الأساس هو أن تفهموا القاعدة لأن إلا فهمنا القاعدة سيسهل علينا تطبيقها في جميع في التمارين دي لنا وأشكركم جزيل الشكر على الدعم والمشاركة والمساندة وكن شكركم جزيل الشكر وكن أتمنى لكم صحاء ومزيد من الرزق وراحت البال وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم الله وإلى حصة مقبلة